اجتمع سعادة الدكتور عبلطي بن راشد زياني وزير الخارجية في مدينة ميونخ اليوم مع معالي السيد نجيفان بارزاني رئيس قليم كردستان العراق وذلك بمناسبة معقاد مؤتمر ميونخ للأمن وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس قليم كردستان بوزير الخارجية وكلفه بنقل تحياته وتقديره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وتمنيته لجلالته بمفور الصحة والسعادة والتوفيق ولمملكة البحرين وشعبها دوام النماء والازدهار مشيدا بالمكانة العالية والسمعة الطيبة التي تحظى بها المملكة على المستوى الإقليمي والدولي وتم خلال الاجتماع بحثوا علاقات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وإقليم كردستان في المجالات الاقتصادية والتجارية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وتدعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي